منذ تسعة أشهر ماضية والأطباء قد عانوا كثيراً وهذا الرجل يضع شخصياتهم وتفانيهم موضع الشك إن هذه لفضيحة خاصة أنها تأتي من رئيس الذي لوح بعلم الاستسلام الأبيض لهذا الفيروس الأطباء والممرضين العامين في المجال الصحي قاموا بأداء كل ما لديهم لمكافحة هذا الفيروس أنا لن أرفع علم الاستسلام أبداً سنكافح هذا الفيروس وسنضعه تحت السيطرة وأول خطوة هي هزيمة دونالد ترامب دونالد ترامب يقول لنا دائماً أنه قد قام بعمل جيد أثناء رأسته يا رجل ماذا تتحدث عنه؟ هل تعلم أن الرئيس أوباما وأنا خلقنا وظائف أكثر من أكثر وظائف كثيرة جداً عما أجدها هو أول دونالد ترامب سيكون أول رئيس ينهي رئيساته بعدد أقل من الوظائف وأزمات أكثر هناك العديد من الأزمات والمشكلات ولكن دونالد ترامب هو الرئيس الوحيد أنا وباراك نفهم شيء كثير أن وولد ستريت في نيويورك هي التي لم تبني هي تلك الدولة أنتم من بنيتم هذه الدولة الطبقة المتوسطة هي التي بنت هذه الدولة فقط هو من شن الحرب على العمالة الأمريكية وبالفعل ربما يكون لدينا هناك اختلافات ولكن نحن نريد العمل ونريد الثروة في هذه البلد تحت تحت رئاسة هذا الرجل إذا لم يكن دخلك كبيرا فلن تعيش بدأوا في دفع الضرائب الطبقة المتوسطة بدأت في دفع ضرائب والمؤسسات التي بدأت لماذا يقوم رجل الإطفاء أو المعلم أو الممرضة تدفع ضرائب أكثر ممن يحقق مليار دولار في العام لماذا أنتم تدفعون ضرائب أكثر أنتم تدفعونا 750 دولار لم ينشر أي ضرائب لم ينشر أي ضرائب دفعها على مدار 22 سنة الماضية ماذا يخفي؟ إذا لاحظتم أنه الرئيس الوحيد الذي لديه حساب سري في الصين ويدفع ضرائب خمسين مرة أكبر في الصين أكثر مما يدفعه من الولايات المتحدة وهو يتحدث عن الفساد بتأكيد سنتصرف لحماية التأمين الصحي كما قال باراك الرئيس الأمريكي السابق قال نحن نحاول دائما أن كان الجمهورين دائما يحاولون إلغاء خطط أوباما للرعاية الصحية ولكن أنا أؤمن أنه بعد سبعة أيام من الانتخابات سيكون هناك لجوء للقضاء ومائة مليون أمريكي سيخسرون تأمينهم الصحي أنا وباراك نرى أن التأمين الصحي هو حق وبينما يراه أوباما علنه منحة نحن سنعمل على الحفاظ على تأمينكم الصحي وسنحاول أن نزيد الدعم المقدم للمواطنين الأمريكيين بنسبة أكبر بكثير نعم نحن نعرف أن نحن تحاول لأمين المقدم للمواطنين المترجم للقناة